نكمل الحرة الليلة من ملف الانتخابات الأمريكية حيث تساءل المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية أجراها البارحة ما إذا كانت منافسته الديمقراطية كمال هارس هندية أم سوداء البيت الأبيض سارع إلى الرد على تعليقات ترامب ووصفها بأنها مهينة على صعيد آخر بدأ آلاف المندبين الديمقراطيين الإدلاء بأصواتهم لتعيين هارس رسميا مرشحة للحزب لخوض السباق إلى البيت الأبيض وتجري عملية الاقتراع التي تستمر عدة أيام بالتصويت الإلكتروني فما تداعيات تصريحات ترامب الجديدة حول هارس بما يفسر ويدافع الجمهوريون عنها وكيف حسهم الديمقراطيون بسرعة كبيرة اختيار هارس ممثلة عنهم في سباق الرئاسة وكيف تمكنت من إقناع جميع الأطراف بهذه السرعة ترامب الذي تصفه الأوساط السياسية بالمثير للجدل والذي استفز تساؤله عما إذا كانت منافسته الديمقراطية كمال هارس هندية أم سوداء في مقابلة مع الصحفيين من أصول أفريقية استفز تصريحه البيت الأبيض الذي وصفه بأنه مثير للإشمئزاز ومهين مؤكدة المتحدثات باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية بأنه لا يحق لأحد أن يخبر شخصا ما من هو وكيف يحدده ويتاح تصريح يرى المراقبون للمشهد الانتخابي قد يعزز من اتهامات الديمقراطيين لترامب بالعنصرية وستنعكس تداعيته على نتائج الانتخابات ويوضح في ذات الوقت مدى حدة التنافس المحموم بين المتنافسين هارس من جهتها والتي تعرف تماما ستراتيجية منافسها الذي يعتمد على الهجوم خارج القواعد أحيانا كما حصل مع هليري كلينتون وبايدن بأسلوب أهل ترامب للفوز بانتخابات 2016 تجمع هارس كل خبراتها كسنتور سابق ومدعية عامة ونائبة رئيس في ردودها على خصمها وخطاباتها للناخبين التي يصفها المراقبون بأنها ردود تتحلى بذكاء وهدوء كما هو الحال في ردها على تصريح ترامب الأخير بأن الشعب الأمريكي يستحق زعيما يفهم أن اختلافاتنا لا تفرقنا بل هي مصدر أساسي لقوتنا وأن أمريكا تستحق قائدا يقول الحقيقة لا يرد بعداء وغضب حين يواجه بالحقائق وبين شعبية ترامب العريضة وهجماته اللادعة على منافسته وبين هدوء وذكاء هارس في مباراة سياسية اعتمد المتنافسان فيها على ستراتيجيات مختلفة تماما فضلا عن حماس الناخبين جميعها مؤشرات تؤكد على أن انتخابات 2024 ستكون الأكثر إثارة وقد تحمل الكثير من المفاجآت ومعنا من ينضم إلينا توم ديفيس وهو نائب السابق في الكونغرس عن الحزب الجمهوري مرحبا بك سيد ديفيس هل هناك ما يمكن أن يدافع به الجمهوريون عن هذه التصريحات هل هي سقطة للرئيس السابق لست أعلم ما إذا كان يتعين عليهم أن يدافعوا عن هذه التصريح أولا يجب أن نفهم أن عندما جو بايدن اختار هارس كان يريد أن يتأكد من أن الجميع يعلم من أن هارس هي امرأة وأنها تتبع إلى أقلية وأنها تتبع إلى هذه المجموعة كمالا هارس أكدت على أصولها الهندية وأصولها السوداء في الوقت نفسه أعتقد أن ما كان يريد ترامب أن يقوله بأن هارس تستخدم هذه البطاقة لكن مجددا هذا الحزب الديمقراطي يحاول أن يستخدم الصورة العرقية للتأكيد على المسائل التي يعملون عليها هل كان الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بحاجة إلى محاولة التساؤل في هذه النقطة تحديدا هل نفذت كل البطاقات التي يريد أن ينافس بها هارس حتى يكون بحاجة إلى أن يسأل أي بطاقة تلعبها هارس في تقديم نفسها إلى جمهورها وإلى الناخبير الأمريكي إذن هو لم يثير هذه المسألة يجب أن ننظر إلى الأسئلة التي طرحت على ترامب أولا كان هناك تأكيد على مسائل التنوع والإنصاف وترامب اختار أن يجيب على هذه الأسئلة بهذه الطريقة كان يقول فقط هل هي هندية ليسوداء ماذا يريدون أن يقولون لها ربما بعض الأمريكيين سيفهمون مقصده وبعض الأمريكيين الآخرين سيشعرون بالإهانة هل تعتقد أن ترامب حتى الآن لم يستطع الوصول إلى طبقة معينة من الأمريكيين الذين كانت لديهم تخوف أو تحفظ على الخطاب السياسي الذي يسمع من حملته الانتخابية ليس هذه الحملة وحسب وإنما حتى حملتيه السابقتين في 2019 وفي 2015 هل ما يزال يبتعد عنهم خطوة خاصة بظهور تصريحات مثيرة مثل هذه؟ دائما هذا هو الحال فالأحزاب لديها ناخبيها ومقترعيها وتختلف المسائل التي يركز الحزبان عليها ربما بعض الأمريكيين لا يحبون دونالد ترامب بسبب شخصيته ولكن علينا أن نركز على مشكلة الحزب الديمقراطي فهم يوفرون مرشحة من اليسار المتطرف ولذلك ربما بعض الأمريكيين لا يحبون ترامب ولكن قد لا يحبون هارس أكثر وهذه هي المشكلة فالحزب ابتعد عن تقاليد الأمريكيين دائما كان يقدم مرشح وسطي لكن اليوم الحزب الديمقراطي يقدم مرشحة يسارية ولذلك قد يفضل الأمريكيون الرئيس السابق ترامب ولذلك قد يجذب هؤلاء الناخبين لكن لماذا مسألة الأقليات تطرح مشكلة بالنسبة لحملة رئيس ترامب الآن؟ لا هو يتمتع بدعم العديد من الناس التابعين للأقليات طبعا ما زال أغلبية الأشخاص من البشر السعوداء يدعمون الحزب الديمقراطي ولكن ترامب تزيد شعبيته اليوم مثلا في صفوف الناخبين اللاتينيين والآسيويين أيضا دائما تتغير الصور في بلدنا وأعتقد أن المشكلة هي فقط في هارس وفي كونها من التيار اليساري أعتقد أنها حاولت في الأون الأخير أن تظهر على أنها وسطية أكثر ولكن هذه هي المشكلة بحد ذاتها وليس في الأقليات ولكن ما زال أمامنا أشهرا قبل الانتخابات الرئاسية ابقى معنا سيد توم ديفيس سنعود لاستكمال النقاش في إجراء هو الثاني منذ جائحة كورونا عام 2020 يبدأ آلاف المندوبين الديمقراطيين الخميس اقتراعا إلكترونيا لتعيين نائبة الرئيس الأمريكي كمال هارس مرشحة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل في إجراء غير معتاد لكنه يحسم ما بقي من شكوك بيقين نهائي يبدأ آلاف المندوبين الديمقراطيين الخميس الإدلاء بأصواتهم عبر الاقتراع الإلكتروني لتعيين نائبة الرئيس الأمريكي كمال هارس مرشحة الحزب لخوض السباق إلى البيت الأبيض بمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب التصويت الذي سيستمر حتى الاثنين المقبل يأتي مع تحديد ولاية أوهايو مهلة تنتهي الأربعاء السابع من أغسطس الحالي ليعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري اسمي مرشحيهما للسباق الانتخابي ما يمثل استباقا من الديمقراطيين للمهلة وكذلك لمؤتمر حزبهم في التاسع عشر من أغسطس حيث تجري مناصب الترشيح في العادة حضوريا ما يعد مؤشرا إضافيا على الطابع غير الاعتيادي لحملة انتخابات 2024 وبعد أقل من أسبوعين على انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق للفوز بولاية ثانية في قرار تاريخي أعاد خلط الأوراق نجحت هارس في إثبات نفسها بلا منازع في حزبها حاصدة دعما واسعا بين زملائها ومحققة نسبة أييد أعلى من الرئيس في استطلاعات الرأي فضلا عن تعبئة قوية في صفوف الديمقراطيين انعكست في حملة جمع التبرعات التي سجلت تدفق مبالغ طائلة ما بدد المخاوف بشأن وحدة الحزب وتواجه هارس في الأيام المقبلة مسألة اختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس إذ يتوقع مراقبون اختيارها رجلا أبيضا للانضمام إلى حملتها وتطرح في هذا السياق أسماء أربعة حكام ولايات أساسية وسيناتور لكن المؤكد أنها ستجول مع المرشح الذي تختاره ما لا يقل عن سبع ولايات خلال الأسبوع المقبل بدءا من بنسلفينيا ليعنى الحزب رسميا في منتصف أغسطس ترشيحها في مراسم احتفالية في زيارتها الثالثة لولاية تكساس خلال شهر يوليو اجتمعت نائبة الرئيس الأمريكي كامال هارس مع عدد من المتبرعين لحملتها الانتخابية في مدينة هيوستن كما ألقت كلمة بالمناسبة حاشدة لناد للنساء السود أكدت فيها حاجة أمريكا لرئيس يجعل التنوع والاختلاف في الولايات المتحدة مصدر قوة لا تفرقة وذلك في رد على اتهامات وجهها لها الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة المحتملة للرئاسة للحزب الديمقراطي كامال هارس تزور للمرة الثانية خلال أسبوع واحد مدينة هيوستن في ولاية تكساس لحشد الدعم والتبرعات لحملتها الانتخابية خاطبت هذه المرة حدثا حاشدا لناد النسائي لسود مساء الأربعاء الانتخابات على بعد سبعة وتسعين يوما وفي هذه اللحظة مرة أخرى تعتمد أمتنا عليكم لتنشيط وتنظيم وتعبئة الناخبين لأنه عندما نكون منظمين نحرك الجبال عندما نحشد تتغير الأمم وعندما نصوت نصنع التاريخ هارس وجهت أعدة انتقادات لمرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب بسبب هجماته الأخيرة حول عرقها الشعب الأمريكي يستحق زعيما يقول الحقيقة قائدا لا يرد بعدوانية نحن نستحق قائدا يفهم أن اختلافاتنا لا تفرقنا بل هي مصدر لقوتنا كان دونالد ترامب إدعى في مناسبة لرابطة الصحفيين السود في شيكاغو أن هارس لم تظهر جانبا من هويتها كأمريكية من أصل إفريقي حتى أصبح القيام بذلك مفيدا سياسيا واتهمها بأنها كانت دائما تظهر أصلها الهندي ديارة هارس هذه تعد الثالثة إلى ولاية تكساس خلال شهر يوليو حيث كانت هنا الأسبوع الماضي لحضور إحاطة حول آثار إعصار بيريل وألقت خطابا في المؤتمر الوطني الفيدرالي الأمريكي للمعلمين وفي وقت سابق خلال ذات الشهر كانت في دالس برغم أن تكساس عادة ما تعطي أصواتها للجمهوريين إلا أن من بين ما يفسر اهتمام كامالا هارس بها هو أن المدن الكبرى في هذه الولاية أصبحت قاعدة مهمة للديمقراطيين بالإضافة إلى ذلك قدم ديمقراطي مدينة هيوستن تبرعات سخية لحملة بايدن في عام 2020 والآن لكامالا هارس أحمد الرهيد الحرة في يوستين تكساس ونعود إلى ضيفنا من واشنطن توم ديفيس والتحق بنا أيضا تشارلز ويلسون رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن العاصمة مرحبا بكما سيد ويلسون لما أخذت تصريحات أو أخذت وجهة نظر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بحساسية شديدة لتسجيل النقاط يقول بعض مناصري الحزب الجمهوري من قبل حملة كامالا هارس أعتقد أن خطاب دونالد ترامب لا يجب أن يفاجئنا اليوم لأننا نعلم شخصيته أعلم أنه كان يحاول أن يزيد من شعبيته ولكن هذا الخطاب هو مثير الانقصامات في صفوف الأقليات وفي صفوف الأشخاص طوي البشراء السوداء وهو اختار أن يركز على ذلك بدلا من التركيز على المسائل التي تهم الناخبين والتي تهم الديمقراطية فإذا برأينا هذه التصريح تثير الانقصام وتلهي الناخبين عن المسائل الأهم بالنسبة إلى ريد كامالا هارس فكان صحيحا وممتازا ولم تكن مثيرة للانقصامات أبدا كيف استطاعت أو لماذا استطاعت أن تجمع هذا القدر من التأييد سيد تشارلز هذا القدر من التأييد في هذه الفترة الوجيزة وحتى تغيرت مع ذلك قواعد آلية اختيار أو انتخاب مرشح الحزب الجمهوري ما السر هنا سيد ويلسون هذا سؤال لك نعم إذن أعتقد أنها استطاعت أن تفعل ذلك لأنها أصغر عمرا من المرشحين الآخرين ولديها حماس وهي يمكن أن تصل إلى جمهور أوسع هي مختلفة عن المرشحين الآخرين مختلفة بكل بساطة لديها ديناميكية وبالإضافة إلى ذلك هي امرأة وهي الآن تواجه مرشحا نعلم كلنا خطابه المثير للانقصامات هي تنجح في الوصول إلى النساء والوصول إلى كل الأمريكيين الذين لا يريدون أن يعيشون تحت حكم دونالد ترامب لأربع سنوات إضافية أعتقد أن العديد من الديمقراطيين يكنون لها كل الأحترام والتقدير وكانوا فقط قلقين من عمر بايدن ولذلك تشجعوا عندما حصلت كمالا هاريس على دعم بايدن إذن الآن هناك حماس في صفوف الحزب الديمقراطي وهذا ما غير كل الوضع وغير مسار الصباق السياسي وهذا ما يقلق دونالد ترامب لأنه الآن لا يناقش جو بايدن بل يناقش مرشحة جديدة وهذا الأمر صعب عليه من الصعب عليه أن يستخدم نفس النهج الذي يستخدمه مع بايدن وإن أتت متأخرة سيد ديفيس وحملتها تحاول التدارك بالوقت لأنها حالة الالتفاف من حولها في أوساط الحزب الديمقراطي ثم تحفيز الناخبين بشكل عام وإعطاء نوع من الحماسة لشكل الحملة الانتخابية هل يقلق كل ذلك الرئيس السابق وحملته كما يقول ضيفي من واشنطن طبعا جو بايدن كان لديه نقاط ضعف وكل الديمقراطيين بما فيهم كمالا هارس كانوا يحاولون أن يغطون على أخطائه كلنا كنا نرى كيف أنه لم يكن يتحمل الأعباء الكثيرة التي المترتبة عن المنصب الرئاسي وإذن بالطبع لم يكن للحزب الديمقراطي أي خيار آخر إلا ترشيح كمالا هارس وأعلان الدعم لها لأنها هي نائبة الرئيس حاليا أعتقد أنه هناك فرح الآن في صفوف الحزب الديمقراطي وطبعا هي نجحت في تعزيز القاعدة الديمقراطية ولكن الآن السؤال هو هل سوف تتمكن من الاستمرار في ذلك فتاريخيا لم يكن لديها نقاط قوة كثيرة في عملها كنائبة للرئيس لكن اليوم لديها فرصة لإعادة تشكيل نفسها والمسائل التي تركز عليها وهي تحظى بالضوء في الصحف الأمريكية إذن الصباق هو حاسم اليوم ولكن السؤال مرة أخرى هل ستتمكن من الاستمرار في هذه الجهود سنرى في الأشهر المقتلة ما أكبر ما يمكن أن يكون مصدر قلق بالنسبة لحملة هارس في هذه المرحلة سيد ويلسون أعتقد أن الهواجس الأكبر تشمل بأن كامالا هارس لم تحظى بفرصة لإظهار ما يمكنها أن تفعله وما يمكنها أن تقدمه ولا أعلم السبب ولكن لذلك اليوم يسأل الأشخاص ماذا يجب أن نتوقع كيف ستؤدي دورها في منصب الرئيس نعم هذه الأسئلة تطرح ولكن كامالا هارس استطاعت أن تثبت نفسها وأن توفر صورتها عن المستقبل هي أعطت الأسباب لماذا يجب أن يصوت أشخاص لها أمامها عمل طويل نعم ولكن لديها الحماس ولديها الزخم والآن فقط عليها أن تواصل من هذه الجهود ونعم الوقت هو حاسم فأمامنا فقط ثلاثة أسابيع ربما قبل انعقاض المؤتمر الوطني الديمقراطي وفي هذا المؤتمر سوف تثبت نفسها أكثر وأكثر وسيكون لديها هذه الفرصة إذن أمل أنها ستختنمها بنجاحا سيد ديفيس هل تعتقد أن سؤال الأقليات سيكون تحديا بالنسبة لرئيس ترامب ليس فقط بالنظر إلى تصريحاته أو تصريحه هذا الذي عبر البيت الأبيض عن غضبه من ويستسغله حملة هارس وإنما لوجهة نظر أو انطباع متكون لدى الأقليات خاصة الموجودين منهم في قيادة الحزب الديمقراطي من أنها تهاجم ترامب عادة وحملته بعدم الاهتمام بالأقليات كما ينجب أو توجيه تصريحات قد تكون مثيرة للجدل أو يساء فهمها لا أعتقد أنه يطلق تصريح معادية للأقليات لا بل عندما كان رئيسا تمكن من تمرير قوانين ساعدة الأقليات فإذن على العكس وأيضا نجح في زيادة معدل الوظائف في صفوف الأقليات أعتقد أن الحزب الديمقراطي عمل على إثارة الانقصامات عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة ولكن حتى في خضم الحكم الديمقراطي وفي رئاسات الديمقراطية السابقة لم تتنجح قوانينهم في مثلا خفض معدل البطالة في صفوف الأقليات يجب أن نركز على إنجازات الرئيس السابق دونالد ترامب بدلا من تصاريحه فلننظر مرة أخرى إلى تاريخ بايدن فلننظر إلى الفوضى العارمة التي تعم الحدود ومعدلات البطالة وارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الفائدة هذا ما يجب أن ندافع عنه والناخبون ليسوا أغبياء يجب أن يركزوا على ذلك وأن يعلموا مصلحتهم الآن المسألة حساسة وكامالا هاريس لديها ميزة واحدة وهي أنها أصغر سناً من جو بايدن ولذلك الآن راح هذا العبء ولكن هي أيضاً أطلقت تصريح لبرالية كثيراً فيما يتعلق بالهجرة والعدالة الجنائية لذلك هي أيضاً يجب عليها أن تجيب على الكثير من الأسئلة أنا أشك بأنها ستتمكن من مواصلة هذه الجهود ومن أنها ستتمكن من الحفاظ على هذا الزخم توم ديفيس وشارلز ويلسون كنتم معنا من واشنطن شكراً لكم لا تزال الصحافة الأمريكية تركز بشكل كبير على هجوم الرئيس السابق دونالد ترامب على الهوية العرقية لنائبة الرئيس كامال هارس وعلى تداعيات تصريحة ترامب الأخيرة على السباق الانتخابي ومنقف الناخبين للمعتدلين أبرز هذه المقالات والعنوين تستعرضها لنا على شاشة التفاعلية الآن الزميلة فادية سليم مرحباً فادية أهلاً محمد شكراً لك أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام سنبدأ الجولة اليوم بمقال في صحيفة ووستريت جورنال يقول عنوان هذا المقال ترامب يهاجم هوية هارس لم يكن يعلم أنها سوداء يتحدث المقال عن هجوم ترامب على نائبة الرئيس كامال هارس بسبب عرقها حيث أشار بلا أساس إلى أن منافسته في الانتخابات لم تبدأ في التعريف بنفسها كامرأة سوداء إلا في السنوات الأخيرة بعد أن كانت هندية طوال الوقت وفق المقال يشير هذا الهجوم إلى أن ترامب الذي دعا مؤخراً إلى توحيد أمة منقسمة في المؤتمر الوطني الجمهوري سيستمر في شن هجمات شخصية على منافسه السياسيين فضلاً عن اتخاذ موقف عدائي تجاه الصحفيين بعد أن هاجم هارس في المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للصحفيين السود سننتقل الآن إلى صحيفة واشنطن بوست ومقال بعنوان هجوم ترامب على الهوية العرقية لهارس ينقل المنافسة إلى مرحلة جديدة تقول الصحيفة أنه بالنسبة لمؤيدي هارس جاءت اتقادات ترامب اللاذعة لهويتها العرقية بسرعة مذهلة ولكنها لم تكن مفاجئة ونقل المقال عن مساعدي هارس وأنصارها قولهم إن ردها في الأيام المقبلة لا يجب أن يكون دراماتيكياً وقوياً ليكون فعالاً ويقول هؤلاء حسب الصحيفة إن لغة ترامب قد تنفر الناخبين المعتدلين الذين يحذرون من أن فترة ولاية ترامب الثانية ستكون مليئة بالفوضى والعداء وإن كلماته الهجومية ضد هارس والصحفيين السود قد تحفز الناخبين الديمقراطيين الذين يرون دخول هارس المفاجئ في الصباق الرئاسي كلحظة تاريخية من التقدم العرقي سنختم الجولة مع مقال في صحيفة نيويورك تايمز يقول عنوان هذا المقال وهو مقال تحليلي يقول عنوان هذا المقال تصريحات ترامب بشأن هارس تثير تاريخاً مؤلماً ومقلقاً يقول المقال إن هجوم ترامب على الهوية العرقية لهارس كان صادماً ولكن بالنسبة لمتابعي لغة ترامب المثيرة للانقسام لم يكن الأمر مفاجئاً وذلك بسبب تاريخ ترامب في استخدام العرق لإثارة مجموعات من الأمريكيين ضد بعضهم البعض لكن المقال يشير إلى أن جرأة ترامب في التساؤل عن مدى انتماء هارس للسود مثيرة للغضب بشكل خاص لكونها استحضرت تاريخاً سيئاً في الولايات المتحدة سعى خلاله البيض لتحديد الهويات العرقية التي تعرف المواطنين كان هذا أبرز ما جاء في الصحافة الأمريكية اليوم بشأن ردود الفعل على تشكيك الرئيس السابق دونالد ترامب بالهوية العرقية لنائبة الرئيس كامالا هارس اشتركوا في القناة